طيب نأتي إلى سؤال آخر يتعلق بالفرق بين المدينة والقرية في القرآن الكريم ذكر بعض الإخوة هذا السؤال لكنه غاب عني اسمه الآن أذكر مضمون السؤال في سورة ياسين مثلا ذكرت القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ثم ذكرت على أنها مدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى الفرق بين القرية والمدينة في القرآن الكريم لننظر في المعنى اللغوي القرية مأخوذة من القرى وهو الاجتماع نعم فهذا الاجتماع السكاني يصدق عليه أنه قرية لغة وهي مأخوذة من القرى التي هي الضيافة المدينة مأخوذة من مادة مدنة عند أكثر أهل اللغة نعم وهي بمعنى الإقامة فالإقامة في المكان تجعل من وصف ذلك المكان أنه مدينة نعم فيلحظ في الاستعمال القرآني هذه المعاني اللغوية أما أظن بأن القرية أصغر من المدينة أو العكس عند من يرى ذلك وإن كانوا قلة فغير صحيح لا من حيث الوضع اللغوي ولا من حيث الاستعمال القرآني نعم وكذا الحال عند من رأى أيضا بأن القرية إنما تصدق على السكان إن كانوا في انسجام وتآلف فيما بينهم فإذا كان فيهم خليط غير منسجم فإنها تسمى المدينة لا أساس لهذا أبدا نعم ونحن إذا أخذنا المعنى اللغوي ورجعنا إلى كتاب الله عز وجل سنجد أن المعاني اللغوية حاضرة في الاستعمال القرآني فنفس المكان يسمى قرية ويسمى مدينة لنأخذ في سورة الكهف نعم فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقام ثم لما بين العبد الصالح الخضر عليه السلام لنبينا موسى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ما كان قد جرى لهما في تلك الرحلة قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة نعم وكان تحته كنز لهما الذي يناسب السياق الأول معنى الاجتماع نعم و الذي يناسب النكاية بأهل هذه القرية البخيل أهلها نعم الذين طلبوا منهم الضيافة استعمال لفظي القرية نعم لأن القرية في الغالب تدل على معنى الضيافة والقراء نعم والقراء تدل على معنى الاجتماع الداعي إلى خصال الخير والتعاون عليها لكن لما كان الحديث عن اليتيمين و الذي يناسب أن يبقى المكان الذي فيه الكنز لهما و أن يظلى حتى يتمكن من كنزهما نعم فهذا يناسبه طول الإقامة نعم بقاء المكان و بقاء أهل هذا الكنز فقال و أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة نعم إذن لا علاقة لا بالسكان و لا بطبيعة الأهل و انسجامهم و لا بعددهم قلة أو كثرة نعم و إنما المعنى اللغوي هو الذي لوحظ هنا الآن في سورة ياسين أيضا نفس المكان وصف مرة و اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون نعم ثم قال و جاء من أقصى المدينة ما يتحدث عن نفس القرية نعم عن نفس المكان لأن أطراف هذه القرية حينما نقول و جاء من أقصى المدينة رجل يسعى إذن لم يكن من مكان اجتماع الناس نعم في القرية و إنما جاء من الأطراف فهذه القرية بما فيها من عمران و شوارع ممتدة و لها أطراف بعيدة قد لا يتحقق فيها الاجتماع مع أنها من القرية نفسها ناسب أن يوصف بأن هذا الآتي لم يكن من مكان اجتماع الناس و إنما أتى من أطراف هذا المكان نعم فناسب أن يوصف بأنه جاء من أقصى المدينة إذن هذه المعاني اللغوية هي التي تحدد الاستعمال القرآني ليكون استعمالا في أبلغ بيان و أوضح صورة و الله تعالى أعلم نعم أما للرد على ما يتعلق بالكثرة و القلة نعم فنجد نفس المكان أيضا فالله تبارك و تعالى على سبيل المثال الآن و ما يحضروني أنه سمى مكة أم القرى نعم و رسولنا صلى الله عليه و سلم لما في حادثة الهجرة قال أمرت بقرية تأكل القرى نعم إذن أمرت بقرية مع أن المدينة ورد في كتاب الله عز و جل و من أهل المدينة نعم فسماها المدينة و سمى مكة أم القرى و سمها قرية مكة و الطائف لو لا نزلها قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم و يعني تاريخيا كانت مكة أعظم حالا و أوسع مكانا و أفسح أرضا من المدينة و لكن مع ذلك سميت قرية فهذا لا علاقة له بعض أهل اللغة ذكر أن المدن فيها حصون فيها حصن لكني لم أجد يعني مجتمدا لهذا و يحتاج هذا إلى تمحيص و تثبت و الله تعالى أعلم